نهني بشهر الكريم نجمتنا الجميلة اللي معانا دلوقتي على التليفون وفق عامر كل سنة وانت طيبة وأهل بيتك وحبابك طيبين وسعداء جدا لسماع صوتك النهاردة أهلا بيك صديق والأخ العزيز الجميل كريم كوجك وكل حبابك الموجودين في الستوديو طبعا برسي جدا لاتصدفتك نجم جميل محترم يقدر معنا مسؤولية عمل فني وبجزة أنا سعيدة جدا جدا أنا معكم النهاردة ربنا يا سعيدة يا سعيدة مش عايزة أقول لك يعني حسن المكانة كبيرة قوي قريب جدا لأنه يستاهل بجزة قابل يا سعيدة يا سعيدة يا سعيدة منك للكمتنا بجزة عام المشاهد مش عايزة أقول لك يعني متقمسة زي نهوان بزيت زي حضرية الكل سنة وحليك بخير يا رب وانت طيبة يا روح قلبي ربنا يخليك منوارين والله إحنا سعيدة جدا من حضريةك معنا منوارين بريحة رمضان الحلوة أطايف وكنافة يا أولئك أخبار التخن إيه والأكل إيه والمسلسلات إيه والله يتقلي سوهاني إحنا بلنام في الاستوديو يعني إحنا عايزين في الاستوديو على الاستوديو عايزين الناس تبسط وبنشتغل بكل طاقتنا وعايزين الحياة بجد ومعنا مخرج برضو بيتعب معنا جدا جدا مؤلف عظيم أول عمل له برغم أنه له باع كبير جدا في المسرح منتج فاني أستاذ عوض ماهر مهندس حاتم المنتج مبروك عليكم عمل محترم ومختلف ولازم حضيك بقى إن شاء الله لما تخلصت التصوير تيجي تنورينا يعني تواضي بعنا نفس القعد الحلوة دي وعلى فكرة بس أنت النبراوي بتحييكي وبتسلم عليك وبتعيد عليك بس ألخير أستاذ وفاق يا روح ألف بوزبوت يا روح ألف كل سنة وحضرتك طيبة روضان كريم وأنت طيبة يا روح ألف يا بوزبوت حبيبتي أستاذ وفاق والله أنا عايز أقول على الحاجة يعني أنا محظوظ بجد والله إن أنا اشتغلت مع نجمة كبيرة فعلا إنسانة ونجمة عظيمة أستاذ وفاق عامر ومحظوظ جدا بشغلي كمان معها السنة دي الحمد لله لإني فعلا إنسانة في اللوكيشن ونشغل بكل حب وبكل ود ويعني الحالة كمان اللي جوا اللوكيشن الواحد يعني تفرق جدا في العمل والأداء صحيح ما بين النجمة والأبطال أنا محظوظة بكل زملائي السنة دي أنا اشتغلت يا أولاد أنا هقولك على حاجة وحقولي يا أولاد لأن أنا جيل سبقكوا شوية أنا استغلت السنة دي أنا أنا استسنة يمكن عن اللي يعني أنا حدا كنتي عارفة أنا جيل الرواد فأنا قسم الحفريات فاستسنين أنا من الموضوع كريم ما تكبرت لنفسك أنا أكبر برضو لا أعرف أقولك على حاجة أنا محظوظة بكل النجوم اللي أنا وقفت قدامهم بالسنة دي سواء هم أصغر مني سنا أو أو مثلا أنا سبقاهم شوية بس كلهم على قدر كبير جدا من المسؤولية وكأن ربنا سعلم بيتطب علي عشان أبقى معناك محترمة بجد يعني أنا اللي عايز أقوله بصراحة إن إحنا محظوظين لأن كل سنة الكتابات بتبقى أحسن كل سنة أداء الفنانين بتوعنا بيبقوا أحسن يعني بجد ده ملحوظ بشكل جدير جدا ربنا يوفقك وده في الأول في الآخر إنعكاس يعني للدراما المصرية فإحنا نتمنى مزيد بنا التقلق حقيقي ونتمنى بقى حداتك تنورينا زي ما كريم قال أنا 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 أتشرف أنا أنا أتشرف بس أنا مبسوطة النهاردة طبعا اللي تابعا اللي يجوب موجودين معاك وطبعا طهاني أنا مؤمنة بيب شكل غير طبيعي أنا بحبك يا طهاني كلنا والله والله وانا وبسنت النبراوي كنا بنتكلم والله قبل الحلقة وانا بتقولي متابعة المسلسل وبعشة أستاذة وفاق عامر تطلعوا له مشهد وهو بعيدة على الأم يا حلوز يعني عايزة تمزي يدك على شاشة إيلي ازمع بيدي حبيبتي ربنا يا كبير أنا مبسوطة ان انا بعمل المدخلة دي ومبسوطة بيكم وتابعوا بيتي الشدة وتابعوا كل شغلنا ومصر تستحق سعلا فن يليك باسمها بجد نورتينا وكل سنة وحررتك طيبة نورتك طيبة كل سنة وحررتك طيبة ربنا يا خليك